عقد وزير النقل كامل الوزير ووزيرة التعاون الدولي راني المشاط اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع شركاء التنمية الدوليين ذلك لبحث تدعيم التعاون الاستثماري والتمولي من الجانبين في مجالات النقل المختلفة في بداية اللقاء أشهد وزير النقل بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير والذي شهده القطاع وهو ما تجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقاً لمؤشر التنفسية الدولية في مختلف قطاعات النقل مؤكداً أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ومن جانبها أكدت الدكتورة راني المشاط أن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعاً بقيمة 5 مليارات دولار تسهم فيها العديد من المؤسسات الدولية مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة ويوفر ملايين فرص العمل كما يعزز أيضاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص ترجمة نانسي قنقر